عقدت دول مجلس التعاون على مستوى الترويكا الوزارية اجتماعا مع مجموعة السلاك الكتلة الاقتصادية لدول أمريكا اللاتينية ودول الكاريبي بممنى الأمم المتحدة في نيويورك وذلك لبحث سبل تطوير العلاقات الاقتصادية بين الجانبين وأكد معالي وزير الخارجية همية تطوير التعاون الاقتصادي بين دول مجلس التعاون ومجموعة السلاك موضحا كذلك تطبق وجهات النظر بينهما في القضايا السياسية الإقليمية والدولية المعروضة على جدول أعمال الجمعية العامة في دورتها السابعة والستين خاصة حول الأوضاع في سوريا وإيران وملفها النوع